خلوني يقول لحضراتكم والشيء بالشيء يسكر يعني واحد من المواقف الملفتة كان واحد من الموضوعات برضو في ذكرى رحيله كنت قريته انه الولد لما جيه مصر وكان يتفاوض معه مسؤول النادي الاهلي وتحديدا كابتن محمود الخطيب وكابتن الخطيب بيسأله انت لسه موقعتش من النادي وانحنا عايزين نعرف انت طلبتك ايه والنادي طبعا الاهلي ليه يعني ظروف معانة الولد قال له انه انا لعبي في النادي الاهلي وانا نلبس فنلة النادي الاهلي ده حلم من احلام حياتي مش ممكن لما الحلم ييجي تحقق يكون ليه طلبات انا همضي واللي انتو عايزين تعملوه معايا اعملوه لعيب تحس انه هو لعيب بروح المدرج يعني انا بفهم كواس جدا انه لعيبت الكورة جزء منهم كلهم بيفكروا في لعب الكورة على اكتصة مع الاحتراف عنه مصدر الدخل الرئيسي وعلى فكرة تأمين المستقبل لكن في لعيبة معينة بتلعب في النادي وبتنتمي للكيان بروح المدرج بروح المشجع وانا بيتهيق لي انه مفيش خلاف انه عبدالوهاب كان واحد من دول ترجمة نانسي قنقر